مرحبا أعزاء الصغار قصة اليوم بعنوان في المصيف فهيا بنا نكتشفها معا بعد انقضاء العام الدراسي بنجاح وحلول عطلة الصيف في ذات يوم من الأيام بينما كنا مجتمعين أنا وعائلة الصغيرة قررنا الذهاب إلى إحدى المدن السياحية في تونس فكانت وجهتنا إلى جزيرة الأحلام جربة وصلنا إلى جزيرة جربة فسحرنا جمالها نصبنا خيامنا على الشاطئ وجلسنا على الرمال يملأ النسيم صدورنا ويلاعب شعورنا ثم أخذنا نصيبنا من الراحة قضينا في المصيف أسبوعين وتمتعنا بما اتفقنا عليه فقد وزعنا نشاطنا اليومي بين السباحة والألعاب والمطالعة والعمل اليدوي والمشاركة في النواد المختلفة وقد نجحنا في اليوم الأخير من مصيفنا في تنظيم معرض نال إعجاب المصطفين لقد جمعنا فيه رسوما جميلة ونصوصا كثيرة وسلالا عديدة وتحفا من أصداف البحر هكذا مرت الأيام بعمل مفيد ووقت ممتع وأفكار مسلية فهنيئا لنا بما أنجزناه طيلة المصيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر